يا سيدة احنا عندنا شوية ملفات احنا نويين نشتغل عليها اهم ملف هو ملف ترميم المجتمع وملفات المهمة كمان ان احنا لازم نقول ان فيه للعالم وظيفة فيما يتعلق بالمجتمع احنا بنصانف العالم على انه باحث اجتماعي وما ينفعش ان نبقى فيه ظاهرة اجتماعية موجودة في المجتمع ويتغافل عنها المشتغل بالشريعة ولا يتغافل عنها اللي ربنا اكرمه هو اعرف ازاي يقرأ الكتاب والسنة على المنهج الصحيح هذا التغافل يحاسب عنه الانسان وانا اخشى ان هذا التغافل يكون مضروب في عدد الناس اللي هم كانوا بيصرخوا بينادوا عليه عشان يقوم بدور المجتمع وعشان كده احنا مش هنقدر نعم اتكلمنا عن الاحتياط الاحتياط النور اللي موجود في المجتمع عن كل العادات اللي المصدرين عملوها وكانوا بيستندوا بيها الى انوار الكتاب والسنة لكن في نفس الوقت بنعمل ايه بنحذر الناس وبنقول لهم ان في حاجات وظواهر خطيرة يجب ان هم يتخلصوا منها منها الحلف بالطلاق حلف بالطلاق ده لما اتكلمنا عنه ما كانش قصدنا ان احنا نبين الحكم لان الحكم بيبن في كل حالة من حالات الطلاق لكن عايزين نقول يا جماعة كفايان خوف كفايان رعب كفايان تهديد كفايان تهاون انا عايز اقول لكم حاجة انا حاسس ان احنا في حياتنا كتيرة بقى فيه تهاون في حاجات كتيرة تهاون في الكلام تهاون في التصرفات تهاون في المسئولية تهاون في الحرص على احبابنا وعشان كده احنا وقفنا قدام الحلف بالطلاق باعتباره ظاهرة يمكن ان احنا نبين فيها نموذج لتصحيح سلوكنا ونموذج للتمسك بالمكرم الاخلاق لما نبعد الحلف بالطلاق من سكتنا تعالوا نتعاون وتعالوا نتحالف عشان نتخلص من الزوار السلبية في مجتمعنا تعالوا نذكر اي حد كلنا كده نذكر اي حد بيحاول يحلف بالطلاق ان احنا نقوله ان ده مش كويس في مجتمعنا تعودوا الاذن على الحلفان بالطلاق بيخلي المجتمع كله شايف ان الطلاق بقى حاجة سهلة تعالوا نتحالف عشان ننصون بيوتنا ونحفظها من الرعب ومن الخوف البيوت كلها محتاجة حاجة اسمها الامن الاسري اللي جواه بيكون الامان اللي هو مليان بالمواد ده والرحمة يا رب جعلنا على الدوام بمددك وبفضلك وبكرمك نأمن بيوتنا